بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسأل الله الذي اجمعنا في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم ووالدين وأحبابنا في جناته جنات النعيم أن يرزقنا وإياكم الاستقامة والثبات على صراطه المستقيم الحديث إليكم أيها الإخوة عن الاستقامة وحقيقتها وثمراتها أما الاستقامة فمعناها سلوك صراط الله تعالى المستقيم وهو الدين القيم وذلك من غير ميل عنه يمنة ولا يسرة متوسطاً في ذلك بين الغلو وبين التفريق وهذه الاستقامة لها حقيقة ظاهرة وحقيقة باطنة أما الحقيقة الباطنة فهي ما وقر في القلب من محبة عبادة الله تعالى بجميع أنواع العبادة والاستقامة الظاهرة أثر ذلك على جوارح الإنسان والإنسان المسلم في صلاته دائماً يقرأ هذه السورة العظيمة التي هي سورة الفاتحة من ضمن آياتها إهدنا الصراط المستقيم ويقرأ كتاب الله تعالى ويجد فيه أمر الله سبحانه وتعالى بالاستقامة على دينه فاستقم كما أمرت وهذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته استقم كما أمرت أي كما أمرك الله سبحانه وتعالى لأن الاستقامة محددة بمنهج ثابت رسمه الله تبارك وتعالى لا يدخل فيها هوى النفس ولا يدخل فيها شيء آخر غير مراد الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير وأبرز حقائق تلك الاستقامة الاستقامة على توحيد الله تعالى وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفة ما كان من المشركين فأول علاماتي تلك الاستقامة وحقائقها تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى كيف لا وهو الأصل الذي تبنى عليه جميع الأعمال فإذا كان في هذا التوحيد خلل خلل أكبر مخرج عن ملة الإسلام أو لا تقوم به أصلاً ملة الإسلام لم ينتفع الإنسان بذلك العمل ولقد كان أهل مكة يعملون من الأعمال الصالحة المتنوعة المختلفة ولكن لم يكن الأساس أساساً سليماً مبنياً على توحيد الله تعالى قال الله تعالى عن أعمالهم تلك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً أنا أغنى الشركاء عن الشرك يقول رب تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه الإيمان بالله تعالى إذا وقر في قلب الإنسان فإن ذلك علامة على إرادة الله تعالى له الخير حينما يقر ذلك الإيمان في قلبه فيكون محركاً له في أي طريق يسلكه ويكون ذلك الإيمان دافعاً له لكل عمل يعمله هذه من حقائق الاستقامة على دين الله تعالى والاستقامة على دين الله تعالى من حقائقها أن الإنسان لا يحيد عنها يمنةً أو يسرى كما قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله خط النبي صلى الله عليه وسلم خطاً مستقيماً وقال هذا صراط الله المستقيم ثم خط على جنبتي ذلك الخط خطوطًا أخرى يمنةً عنه ويسرى وقال هذه طرق جهنم من على كل باب داعٍ يدعو إلى النار من أطاعهم والعياذ بالله قذفوه فيها وهذه هي الأهواء ودعاة الأهواء المختلفين في هذا العصر وفي غيره من العصور الدعاة على أبواب جهنم الذين يدعون إلى ارتكاب ما حرم الله تعالى أو إلى ترك ما أمر الله سبحانه وتعالى به أسأل الله أن يحفظنا وإياكم منهم وهذه الاستقامة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سوفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى حقيقة الاستقامة فقال له قل آمنت بالله ثم استقم وهذه الاستقامة معناها الثبات على ما أراد الله تعالى وما أراده رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال أحد السلف استقاموا على نهج الله ولم يروغوا روغان الثعالب وهذه الاستقامة لها حقيقة في سلوك المسلم كما قلنا من أول حقائقها التوحيد ومن أول حقائقها ومن حقائقها أيضاً حفظ الجوارح عما حرم الله تعالى وإعمالها في طاعته سبحانه وتعالى فذلك من أعظم الأدلة على الاستقامة على نهج الله تعالى المستقيم ومن حقائق تلك الاستقامة أن يتنبه الإنسان إلى حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيقبل بهما من غير أن يكون في نفسه حرج من ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ومن حقائق الاستقامة أيضاً أن يحرص الإنسان أن يكون من دعاة الخير من دعاة الفلاح من المرشدين إلى الخير وأن يبتعد كل البعد أن يكون من الدعاة إلى أبواب جهنم فلقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ظلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً فالدعوة إلى الله تعالى إذا انبر الإنسان لها وانضم في سلك الدعاة إلى الله تعالى فإن ذلك علامةً واضحة على استقامته وسلوكه للنهج المستقيم ومن حقائق تلك الاستقامة أن يقوم واعظ الله تعالى في قلب الإنسان دائماً وأبداً أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ويقول سبحانه وتعالى في بيان أهل الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ومن علامات وحقائق تلك الاستقامة أن يعتني المسلم بقلبه أيما عناية ذلك وأن هذا القلب عليه مدار صلاح الإنسان وسعادته وعليه أيضاً مدار شقائه أسأل الله أن يحفظ قلوبنا جميعاً فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ألا وإن في الجسد لمضغه إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد فمن علامات الاستقامة أن يعتني الإنسان بقلبه وأن يعمره بتقوى الله تعالى وطاعته وأن يحرص كل الحرص على البعد عما يفسد ذلك القلب ومن علامات الاستقامة أيضاً محبة الخير للمسلمين فهي حقيقة من حقائق الاستقامة فالذي في قلبه إيمان واستقامة دائماً يحب الخير لإخوانه المسلمين ويحب أن ينفعهم بما يستطيع ومن أعظم النفع دلالتهم إلى الخير وإعانتهم عليه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومن حقائق تلك الاستقامة أن يقبل الإنسان على كتاب ربه تبارك وتعالى فإن هذا القرآن فيه الهدى والنوم وفيه الفلاح والسعادة كيف لا؟ وربنا تبارك وتعالى قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أن يهديهم إلى صراط الله المستقيم إلى مراد الله تبارك وتعالى وهذا القرآن له تأثير عجيب على من أقبل عليه والله تعالى أمرنا أن نعتني به وأن نتدبره كما قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وهذا القرآن الكريم تأثيره على القلوب إذا أقبلت عليه تأثيراً عظيماً فلقد وصف الله تعالى بعض القلوب التي أعرضت عن هدى الله بمثال ضمني وهو أنها أشد من الحجارة كما قال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هذا القرآن إذا اعتنى الإنسان به فإن ذلك من حقائق استقامته على طريق الله تعالى المستقيم وإن من علامات فساد ذلك القلب وإعراضه عن صراط الله المستقيم أن يهمل ذلك القرآن فقد شكر نبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى فقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجوراً وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فماذا أقفل القلوب عن الاتعاض بما في كتاب الله تعالى وما ورد فيه من المواعظ العظيمة والدلائل الكبيرة على وحدانية الله تعالى وعلى مراده سبحانه وتعالى وعلى نفع ذلك المسلم في أي أمر من أموره صغيرها وكبيرها ومن حقائق تلك الاستقامة على نهج الله المستقيم أن يتحل المسلم بما بيّنه الله تعالى من الأخلاق الفاضلة في كتابه تعالى أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم فلقد مدح الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حينما حصل من قومه ما حصل مطمئناً له ومعزياً له في ذلك ومثبتاً له وإنك الأعلى خلق عظيم وخلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن وهذه الأخلاق التي تدل على استقامة الإنسان وعلى مراعاته لمراد الله تعالى ورد من الأجل العظيم لها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة فلقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر فقال عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق ويقول عليه الصلاة والسلام إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم ويقول عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من تقوى الله وحسن الخلق ويقول عليه الصلاة والسلام إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تبين فضيلة حسن الخلق ومن العلامات الدالة على استقامة العبد على طاعة الله تعالى عنايته بفرائض الإسلام جميعاً فلقد ورد في الحديث القدسي عن الرب تبارك وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه ومن أعظم هذه الفرائض الصلاة فإذا أراد الإنسان معرفة مدى استقامته على مراد الله تعالى ومطلب الله سبحانه وتعالى فلينظر إلى حاله مع هذه الصلاة هذه بعض من الحقائق هذه بعض من حقائق الاستقامة أما ثمرات هذه الاستقامة فإنها كثيرة نذكر منها أن الرب تبارك وتعالى إذا استقام العبد على هداه فإن الله تعالى ينعم عليه بأمر عظيم وهو اطمئنان القلب إن الذين قالوا ربنا الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فإذا أقبل الإنسان على ربه تبارك وتعالى رزقه الله تعالى الإطمئنان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي استقاموا على طاعة الله تعالى ونهجه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وهذا الأمن معانيه متعددة من أعظمها الأمن النفسي الذي يدركه من آمن بالله تعالى واستقام على طاعته ولذلك كان قول أحد السلف والله إنا لفي سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجال دون عليها بحد السيف هذه السعادة ما هي في إقبالهم على طاعة الله تعالى حينما يقوم الإنسان في محرابه حينما يقبل على ربه تبارك وتعالى بكليته خشوع فيها مطلب حكم الله تعالى بالفلاح لمن أدىها على الوجه الصحيح قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ومن هذا الفلاح الذي يكون عليه المؤمن أن يوفق لكل خير وأن يهدى إلى كل خير هذه من معاني الفلاح التي يدركها المؤمن بالمحافظة على طاعة الله تعالى ومن ثمرات هذه الاستقامة أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا إذا اتقى الله تعالى واستقام على هداه فإن الله تعالى يفرج له كل هم يصيبه ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب وإذا استقام الإنسان على صراط الله المستقيم واتقاه وأطاعه رزقه الله تعالى العلم واتق الله ويعلمكم الله وإذا استقام هذا الإنسان على طاعة الله وعلى تقواه رزقه الله تعالى فرقانا استطيع أن يفرق به بين الحق وبين الباطل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ومن ثمرات هذه الاستقامة أن يثبته الله تعالى عند فراق هذه الحياة الدنيا عند موته فيوفق إلى عمل صالح ويختم له بعمل صالح ويكون آخر كلامه برحمة الله تعالى ولطفه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومن ثمرات هذه الاستقامة في يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم الذي يكون عليه الناس الذي أخبر الله تعالى عنه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يثبته الله تعالى في ذلك اليوم العظيم يثبت الله الذين آمنوا في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الثبات على دينه ومن أهل الثبات على مرضاته ومن أهل الثبات في هول ذلك اليوم العظيم في ذلك الموقف العظيم الذي قال الله تعالى عنه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا من هول ذلك الموقف الشمس تدنو منهم مقدار ميل والناس في اضطراب شديد حفاتا عراتا غرلا بهما قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك والشمس دانية منهم مقدار ميل والأرض قد تبدلت والجبال قد نسفت يثبت الله تعالى أهل التقوى وأهل الإيمان في ذلك اليوم العظيم كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر أصنافا من الأعمال التي قام بها هؤلاء السبعة وهم ليسوا سبعة أشخاص ولكنهم خلق كثير ممن اتصفوا بصفات هؤلاء السبعة وهؤلاء السبعة تحققت وتجلت فيهم الاستقامة على طاعة الله تعالى فمنهم من ولي أمرا من أمور المسلمين وصار له استطاعة على كل ما يريد في هذه الحياة الدنيا لكنه صار عادلا فيما ولي من هذا الأمر ورجل قلبه معلق بالمساجد دليل على استقامته على طاعة الله تعالى ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وهذا إخلاص محظ لله تعالى فما بكى لأن الناس مطلعون عليه ولا أنهم يرونه إنما بكى بكاء حقيقيا خشية لله تعالى حقيقية ليس فيها أي رياء ولا سمعة وذلك الرجل الذي تصدق بالصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه في قلبه حقيقة الاستقامة وهي أنه يريد بعمله وجه الله تبارك وتعالى وهذا الرجل الذي دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله تهيأت له الفرصة أن يفعل ما يفعل بهذه المرأة التي هو في مأمن بجوارها من أن يراهم أحد من البشر وهي ذات دواع تدعو إلى ذلك الفعل القبيح لكن حقيقة الاستقامة وحقيقة واعظ الله تعالى في قلبه قال أو جعله يقول إني أخاف الله نعم أيها الإخوة هذه هي الاستقامة الحقيقية التي إذا حصل للإنسان فرصة في أن يقترف شيئاً مما يخالف طريق الاستقامة قام داعي الله تعالى في قلبه وقام واعظ الله تعالى في قلبه فنهاه عن ذلك الفعل المشين وأما من خاف ما قام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ومن ثمرات تلك الاستقامة حينما يأتي الإنسان يقف بين يدي ربه تبارك وتعالى بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للخلائق أن يفصل بينهم يأمر الله تعالى بعد أن يجيء كما قال سبحانه كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وعنا له الذكرى يأمر الله تعالى بالموازين فتنصب كما قال سبحانه ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين حقيقة تلك الاستقامة أو ثمرة تلك الاستقامة تتحقق في ذلك الموقف العظيم الذي قال الله تعالى عنه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر هذا العبد الذي استقام على طاعة الله وجاهد هواه وجاهد تلك المغريات وجاهد الفتن يأتي يوم القيامة بتلك الأعمال فإذا أحضرت بين يدي الله تعالى وجدها فرح بها واستبشر لكن المشكلة الأخرى من انتكس عن هدى الله تعالى وأعرض عنه وما عملت من سوء تود لوعن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ومن ثمرات تلك الاستقامة أن الإنسان إذا وقف بين يدي ربه تبارك وتعالى وهو عبد قد عمل ما عمل من الذنوب والخطايا فإذا وقف بين يدي ربه قال الله تعالى له عبدي ألم تفعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول بلى يا رب فيعدد الله تعالى عليه بعض الذنوب التي قد عمل في هذه الحياة الدنيا تاب عنها واستغفر ورجع إلى ربه وعاد إلى جادة الصواب والاستقامة فإذا عدد الله تعالى عليه تلك الذنوب تغير لونه وأيقن بالهلكة فيقول الله تعالى له عبدي إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك في الآخرة ومن ثمرات تلك الاستقامة وأختم به أن الناس جميعاً سيُحشرون يوم القيامة وسيمرون على الصراط المنصوب على متن جهنم كما قال سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها وذلك بالمرور على الصراط المنصوب على متن جهنم قال الله تعالى في بيان حقيقة ذلك الصراط ومن الناج ومن الهالك ثم ننجي الذين اتقوا الذين استقاموا على نهج الله تعالى ينجيهم الله تعالى ثم يساقون إلى الجنة جنة عرضها السماوات والأرض وسيقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية الذين أعرضوا عن طريق الاستقامة والهدى أسأل الله تعالى أن ينعم علي وعليكم بالاستقامة والثبات على دينه سبحانه وتعالى وأن يجعلنا وإياكم من الهدى المهتدين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم أنت الله أنت الرب الواحد والأحد الفرد الصمد اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ووالدهم وأحبابنا والمسلمين أجمعين اللهم يا رحمن يا رحيم اجمعنا وأحبابنا ووالدينا في جناتك جنات النعيم وأنت على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة